اهلا بكم في الدرس العاشر من سلسلة دروس الفوتوشوب في الدرس ده هنتعلم اكتر عن الانترفيس الخاصة ببرنامج الفوتوشوب و هنعرف امكانيات جديدة و حاجات متقدمة في البرنامج اول حاجة هنبدأ به التفاصيل بتاعت الادوات مثلا لو انت اخترت اذا من هنا زي البراش تول بيظهر لك هنا تفاصيل الاداة مثلا شكل الاداة حجم الاداة نوع الاداة مدى انتشار الاداة المودز بتاعت الاداة والمودز دي هنشرح ان شاء الله في الدروس الجاية مدى شفافية الاداة والفلو الخاص بالاداة و ده برضه ان شاء الله هنشرح في الدروس الجاية و طبعا نفس الحكاية في اي اداب تستخدمها بيبقى ليها تفاصيل خاصة بيها زي الارسر طول الحج النوع الشكل درجة الشفافية اللي هي الوباسيتي و المودز بكده احنا اخلصنا من الجزء الخاص بتفاصيل الاداة يطلع فوق على الشريط ده اللي هو شريط الادوات او اسمه الطول بار اول حاجة الفايلز بيبقى عندك نيو اللي هو اللي هو شرحنا في اول درس و دوت بيخليك تفتح صورة من الانو جديد او تسنع صورة عندك اوبن و ده بيخليك تفتح صورة موجودة عندك هالجهاز بحيث انك تعدلها طبعا الاختيارات دي مش هلحتاجة انها متقدمة فوراح المتقدمة هربا نشرح بإذن الله دلوقتي الاوبن ريسنت و دوت بيطلع لك قائمة بالصور اللي انت صنعتها او عدلتها على برنامج الفوتوشوب بحيث انك ممكن تفتحها من اول جديد بكل سهولة من القائمة دي و ممكن تبسع القائمة دي بانك تضغط نضغط كامل من اللي حاجة خاصة كامل من اللي حاجة و ده بيقفل الصورة اللي انت فاتحها السيف اس والسيف هما الاثنين بيقوم بنافسة العملية السيف بتحفظ الصورة على شكل ملف فوتوشوب وساعته طبعا مش هتبقى الصورة هتبقى تطبيق في برنامج الفوتوشوب بحيث انك تقدر تفتحها وتحفظها من الأولى مجديد ده السيف اما السيف اس لو فتحناك كده هاديك قيمة زيدي لو انت عايز تحفظه على اساس انه تطبيق فوتوشوب بحيث انك تفتحه وتعدل عليه في وقت تاني ممكن تدوس السيف على طول تختار المكان انت عايزه وتدوس سيف لو انت باع عايزه صورة بتدوس على المربع اللي قدام الفورمات وتختار جي بي اي جي تختار المكان انت عايز تحط فيه الصورة وتضغط سيف بعدين تضغط اوكي دوت عشان تحفظ صورة من برنامج الفوتوشوب بعد ما خلصت بعد ما خلصت التعديل او تصميم الصورة بعد كده عندنا برينت وبرينت وان كابي وده ببساطة اللي هي الطابعة لو انت عندك صورة في برنامج وعادة تتبحها لو عندك برينتور يعني اكسيت وده ببساطة بتافي برنامج الفوتوشوب طبعا انت لما تدوس عليها بيطلب منك لو عايز تحفظ التغييرات اللي عملتها على صورة محددة اللي انت فتاحها في برنامج الفوتوشوب نخش على القائمة التانية Edit وده من اهم القوائم اللي حنستخدمها في برنامج الفوتوشوب او اكثر القوائم استخداما اول حاجة في قائمة Edit Undo اختصارها Ctrl Z وزيها بالضبط في نفس الوظيفة Step backward الاختصار بتاعها Alt Ctrl Z والاتنين بيعملوا نفس الوظيفة الا ان الاندو بترجع الخطوة للخلف بحيث انك لو انت لغيت حاجة او عملت حاجة في الصورة وعايز تلغيها او عايز ترجع الصورة زي ما كانت قبل ما انت تعمل الخطوة ديت فممكن تستخدم Undo اما بقى لو عندك كذا خطأ عملت كذا حاجة مثلا لو لونت جنبه في الصورة بلغ خطأ وعايز ترجع الصورة زي ما كانت قبل التلوين تضغط Step backward او الاختصار Alt Ctrl Z لحد ما الصورة ترجع زي ما انت عايز ودي ميزة مهمة بنستخدمها كتير عندنا تاني حاجة ال Step Forward طبعا انت لو استخدمت Step backward و Step و Undo حيبها ممكن ترجع الخطوة انت مش عايز ترجعها او عايز تقدم في الخطوات انت عملتها خطوة عملتها ورجعت فيها وعايزت ترجع القطوة دي تاني فانت بتضغط بتضغط Step forward اختصارها على كيبورد Shift Ctrl Z عندك الأدوات الأساسية طبعا في بنامج الفوتوشوب كيبورد 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 عندك الفيل وده بمستخدم الصورة بلون محدد باية الاختيارات اللي موجودة في قائمة Edit متقدمة لازم يكون عندنا مستوى متقدم عشان نعرف نستخدم كيبورد كيبورد كيبورد